مع امتلاك العراق لثروات هائلة إلا أن الشعب يعاني من أزمات اقتصادية متوالية فالاقتصاد العراقي لم يتعافى منذ عشرين عاما من الغزو الأمريكي وأصبح من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي بحسب صحيفة فورين بوليسي ففي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العراقية موجة غلاء خفضت القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود والفقراء مع حلول شهر رمضان المبارك التي تضاعفت فيه الأسعار فإن ثم تطرفا آخر يتمثل بالميليشيات التابعة للأحزاب الفاسدة التي تمكنت بقوة المال والسلاح من بناء سلطة تضم السلطة القضائية والتنفيذية فأحكمت بذلك قبضتها على مقاليد الأمور في الدولة وفقا لتقرير موقع جاست سيكوريتي الأمريكي حتى أصبحت تلك الميليشيات مدخمة بالأموال التي تحميها السلطة الفاسدة برعاية إيرانية معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي يؤكد أن معظم ثروات العراق تذهب لتمويل الأحزاب والميليشيات المسلحة التابعة لها وأن هدر ثروات العراق المتعمد أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات من الأموال العامة التي كان يجب أن تستثمر لتطوير البلاد وبناء البنية التحتية المنهارة فيما حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من استحواذ شركة المهندس التابعة لميليشيا الحجد على مليوني دونم من محافظة المثنى بزعم زراعتها بمليوني نخلة رغم افتقار المنطقة للمياه وأزمة الجفاف لافتاً إلى وجود مؤشرات تدل على أن المشروع مجرد غطاء لاستحواذ ميليشيا الحجد على هذه المنطقة الاستراتيجية على الحدود العراقية السعودية ووفقاً لوزارة التخطيط الحالية فإن نحو ثلثي سكان البلاد يقبعون تحت خط الفقر ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل مستمر في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد حدة الأزمات التي تضرب البلاد استمرار مسلسل سيطرة الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بقوة المال والسلاح واستخدام القانون لقمع المنتقدين والمنافسين يمثل استراتيجية أساسية للميليشيات التي لعبت دوراً حاسماً في الاستداء على الدولة